حكم على أعرابي بالإعدام واحتجز في سجن القلعة وبينما هو يعد الأيام لملاقات أجله فإذا بالوالي يزور السجن ويتفقد أحوال السجناء وعندها استغل المحكومون هذه الفرصة لاستعطاف الوالي وطلب رحمته كان الوالي يحب الفكاهة فقرر أن يسخر من سجنائه فقال لهم لقد جاءني كبير التجار بجمل أصيل كهديع فمن يستطيع تعليم الجمل القراءة سأعفو عنه بل إنني سأعطيه ألف دينار كمكافأة وهنا أصاب السجناء اليأسى لعلمهم أن الوالي يسخر منهم إلا أن الأعرابي وجدها فرصته الوحيدة والأخيرة للنجاة من حبل المشنقة فالغريق يتعلق بقشة وصاحب أعلى صوته أنا يا حضرة الوالي أعلم جملكم القراءة فنظر الوالي إليه بدهشة وقال له هل أنت جاد فيما تقول فقال الأعرابي نعم ولكن أريد مهلة أربعين يوما تتركني فيها مع الجمل وتأمر جندك أن يلب كل طلباتي خلالها اعتقد الوالي أنها حيلة يقصد من خلالها الأعرابي الخروج من السجن والتنعم بالطعام والشراب الفاخر فيما بقي له من أيام ليعيشها قبل الإعدام فوافق على شرطه وقال له لك ما تريد ولكن إن لم تنجح بعد انتهاء المعنى سأعجل بإعدامك فورا غادر الوالي وسط دهشة السجناء الذين لاموا الأعرابية على توريط نفسه في تحدي مستحيل سيعجل بأجله بدأت المهلة وراح الأعرابي يفكر كيف سينقذ نفسه من هذه الورطة وبعد تفكير طويل خطرت له فكرة عبقرية فقام بتجويع الجمل ثلاثة أيام لم يقدم له أي طعام وعندما بدأت علامات التعب تظهر على الجمل أظهر له كتابا ووضع بين صفحاته حبات من الجوز واللوز والفستق ووضعه أمام الجمل وكلما فتح له صفحة يقوم الجمل بأكل كل الحبات ليقوم العرابي بقلب الصفحة فيجد الجمل حبات جديدة فيأكلها وفي المرة التالية يكرر نفس العملية ولكنه لم يقم بقلب الصفحات وعندما رأى الجمل ذلك أخذ يقلب الصفحات بلسانه بحثا عن الطعام وظل الأعرابي يكرر عملية كل ثلاثة أيام حتى اليوم الخامس والثلاثين وعندها توقف عن إطعام الجمل لخمسة أيام وعند انتهاء المهلة أمر الوالي بإحضار الأعرابي والجمل ليرى نتيجة عمله وهو وافق أن الأعرابي سيعدم لا محالة دخل الأعرابي مع الجمل فسأله الوالي ماذا فعلت خلال هذه الفترة فأجاب الأعرابي لقد علمت جملكم القراءة وهو قادر الآن على قراءة أي كتاب ولتتأكد من ذلك اعطيه أي كتاب تريد نظر الوالي إلى حاجبه بدهشة وصخرية وقال له اعطي الجمل كتابا أيها الحاجب وما إن وضع الأعرابي الكتاب أمام الجمل الذي كان يتضور جوعا حتى تقدم إليه بلحفة وبدأ يقلب الصفحات بلسانه وسط دهشة الوالي وحاشيته وكلما قلب صفحة ينظر فيها بتمع للبحث عن الطعام ثم يقلبها كأنه يقرأ ما هو مكتوب فيها وهنا وقف الوالي مدهوشا مما يراه وأخذ يصفق للأعرابي وهو لا يصدق ما يراه ثم قال الأعرابي للأعرابي لماذا لا يقرأ علينا بصوته لنعرف ماذا يقرأ فقال الأعرابي عفوا يا مولاي فقد كان اتفاقنا أن أعلمه القراءة ولم نتفق أن أعلمه التكلم وهنا أصدر الوالي قرارا بالعفو عن الأعرابي ومنحه ألف دينار فعاد إلى أهله سالما غانما الحكمة عندما يستخدم الإنسان عقله يستطيع الخروج من أي مشكلة مهما كانت كبيرة فبالتفكير تحل كل المشاكل السلام عليكم